موسيقى الحد الأدنى لأصحاب المعاشات والعلاوة الخاصة بالحد الأدنى للمعاشات تبقى لما قرره الدستوري المصري مرغم المؤدلات المتكررة للمسؤولين بدءا من رئيس المزراء لوزيرة التأمينات ثم اللقاء الكبير الذي تم مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحن ننتهي هذه الفرصة لنبعث بقارس التهاني من تسعة مليون أصحاب معاشات إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهاني القارس ومن أسر فروزه أكاسة برئاسة دمورية مصر العربية متمنيين له دوان التوفيق وتحقيق أمان ومطالب الشعب المصري قصة الأصحاب المعاشات أيها الأخوة أيها الأخوة ونحن إزال هذا التعمد الواغ المستمر من الحكومات المتعاقبة الفاسدة ونازلت أقول الفاسدة الذين نهبوا أموال التأمينات وانقضوا عليها وكان آخرهم أشرف عربي اللي استوي على 17 مليون من البنك من بنك الإستثمار من أموال المعاشات عشان يديها للمؤولين والضمن الاجتماعي والحد الأدنى للنهور للعملين متناسيا أن هذا الحق وهذه الأموال هي من عرب ونضار وبر أصحاب المعاشات طوال عمرهم النضاري والعمالي فيه بناء شركتهم العنباقة فنحن نمونات السلط العالي نحن نمونات الحديد والصر نحن نمونات الألمونيو نحن نمونات في بطارع أزل النسيب في كفر الضوار والمحلة ومس وشجابيق الشركات هؤلاء ينهبون ويستمروا في النهر المتكرم لأمور الأصحاب المعاشات هناك ستمائة مليار دينين في الأعمل الحكومات المتعاقبة بدأ من البطر الغالي ومعاونيه الفاسدين حتى هالي نياد الذي يصر ولا يزال لا يصر ويمتنع عن تحديد الحديد لأبنا من أصحاب المعاشات وعلاوة الحديد لأبنا من أصحاب المعاشات من هنا أيها الأخو ما كان لنا ونحن قلنا قبل القائل سيد الرئيس إننا إحنا قلنا في سعب الصدق احتصان مستبدل وبدأ من أكتس المزرعة ولكن كان لقائمة بالسيد رئيس الجمهورية الذي وعدنا بأن أن تكون أضايا أصحاب المعاشات على جدته إنما للأسف الشديد واحد سمعة واحد سمعة جاية وموازنة جديدة للأسف الشديد هناك موازنة قادمة وحتى الآن لم يتحتمل إنما الموازنة قادمة في واحد سمعة ولا يوجد فيها حتى أدنى المعاشات ولا يوجد فيها علاوة حتى أدنى المعاشات اللي إحنا تفعلها عليها لذلك فأن هناك طريقين حالية الوقت هناك ملاب تقدم للنائب العام الأستاذ البدري في الغني بصفته رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات تقدم الملاب للنائب العام ضد وزير المالية السابق ومعاونهم محمد أحمد معير بتوهم مثل اهدار أموال المعاشات في الوقت نفسه أياه نتفل إحنا كأصحاب معاشات هناك مشروع قانون إحنا هنقدمه بسمكه إنتوا لو أنتوا وفيتوا عليه وهيتقدم لمجلس أدارة الحياة القاومية بالحاملية ترجمة نانسي قنقر